السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هذه من بين اهم العبارات التي نستعملها بشكل يومي في اللغة الانجليزية إنه على حقه He's right He's right He's right إنه على حقه He's right كيف نقول إنه قادم قريبا أو إنه آت قريبا He's coming soon He's coming soon إنه قادم قريبا He's coming soon أشعر بالحزن بدونك I feel sad Without you I feel sad without you أشعر بالحزن بدونك I feel sad without you لا أعرف كيفية استخدامه هنا عندما نأخذ شيء أو نشتري شيء ولا نعرف كيف نستعمله نقول I don't know I don't know تعني لا أعرف How to use it كيفية استخدامه أو استعماله I don't know how to use it I don't know how to use it لا أعرف كيفية استخدامه I don't know how to use it أنا في الطريق I'm on my way My way تعني طريقي مثلا عندما تتصل بي أقولك أنا قادم يعني أنا في الطريق إلى منزلك مثلا أقولك I'm on my way I'm on my way أنا في الطريق I'm on my way الجميع يعرف ذلك Everyone knows it Everyone knows it Everyone knows it الجميع يعرف ذلك Everyone knows it أنت كل شيء بالنسبة لي وقد تعني أيضا أنت كل شيء بالنسبة لي You're التي تعني اختصار لي You are You're everything to me You're everything to me You're everything to me أنت كل شيء بالنسبة لي You're everything to me كيف نقول توقف عن البكاء Stop crying Stop crying Stop crying Stop crying قد تعني أيضا أنت توقفي عن البكاء Stop crying هل أنت ضدي؟ أو نقول هل أنت ضدي؟ Are you against me Are you against me Are you against me هل أنت وحل أنت ضدي؟ Are you against me إنه ضدي؟ إنه ضدي؟ He is against me He is against me إنه ضدي He is against me كيف نقول هل تتفقوا معي؟ هل تتفقوا معي؟ وقطعني أيضا هل تتفقين معي؟ هل تتفقوا معي؟ لا تتحرك أو لا تتحرك Don't move لا نقول move لكن تنطق أو Move Don't move Don't move لا تتحرك أو لا تتحرك Don't move هذه ليست مزحة هنا عندما تكون جدي ونقول هذه ليست مزحة This is not a joke لا نقول joke فإنها تنطق joke This is not a joke This is not a joke هذه ليست مزحة This is not a joke الأمر متروك لك يعني افعل ما تريد It's up to you It's up to you It's up to you الأمر متروك لك أو الأمر متروك لك It's up to you أتمنى أن تتفهم I hope you understand I hope you understand أتمنى أن تتفهم I hope you understand كيف نقول هل أنت هناك؟ هل أنت هناك؟ هل أنت هناك؟ لكن قد تعني أيضاً هل أنت هناك؟ ماذا تحتاج؟ ماذا تحتاج؟ أتمنى أن تتفهم؟ What do you need؟ صدقني Believe me Believe me Believe me صدقني Believe me كيف نقول؟ لا أستطيع أن أصدق ذلك I can't believe it لا أستطيع أن أصدق ذلك كيف نقول؟ لماذا تأخرت؟ أو لماذا تأخرتي؟ Why are you late؟ انتبهوا للكلمة الأخيرة late Why are you late? Why are you late? لماذا تأخرتي؟ أو لماذا تأخرت؟ Why are you late? تعال معي Come with me Come with me Come with me تعال معي وقد تعالي أيضا تعالي معي Come with me اغرب عن وجهي أو اغربي عن وجهي Get out of my side Get out of my side Get out of my side اغرب عن وجهي أو اغربي عن وجهي Get out of my side ليس لدي أي فكرة I have no idea I have no idea I have no idea ليس لدي أي فكرة I have no idea هل تعرف ما أعني؟ هل تعرف ما أعني؟ Do you know what I mean؟ Do you know what I mean؟ Do you know what I mean؟ هل تعرف ما أعني؟ Do you know what I mean؟ ماذا تقصد؟ وقد تعني أيضا ماذا تقصد؟ What do you mean؟ What do you mean؟ What do you mean؟ What do you mean؟ ماذا تقصد؟ What do you mean؟ أنا مطلق وقد تعني أيضا أنا مطلقة I'm divorced I'm divorced I'm divorced أنا مطلق أو أنا مطلقة I'm divorced سأتزوج في يونيو I'm getting married in June I'm getting married in June I'm getting married in June سأتزوج في يونيو I'm getting married in June شكرا للمتصال شكرا على الاتصال شكرا على الاتصال لحظة وحيدة من فضلك لحظة وحيدة من فضلك One moment please One moment please لحظة من فضلك أو لحظة واحدة من فضلك أو من فضلك One moment please هل يمكنني التحدث مع جون؟ هنا عندما تتصل بشخص وتسأله عن جون أو عن شخص ما تقول هل يمكنني التحدث معه عبر الهاتف؟ May أنت في أولي هذه الكلمة هناك من ينطقها my فإنها تنطق may هل يمكنني May I speak with جون May I speak with جون May I speak with جون هل يمكنني التحدث مع جون May I speak to جون أريد التحدث معك نقول I wanna لاحظوا هذه الكلمة wanna تعني want to اختصار ل want to عوضا نقول I want to talk نقول I wanna talk to you I wanna talk to you I wanna talk to you أريد التحدث معك I wanna talk to you كيف نقول على أي حال؟ anyway انتبهوا لا ننطقها anyway why anyway anyway على أي حال؟ anyway كيف نقول بالمناسبة؟ by the way انتبهوا لكلمة لا ننطقها why فإننا تنطق way by the way by the way بالمناسبة by the way فنقول استمتع بطعامك أو استمتعي بطعامك enjoy your food enjoy your food enjoy your food استمتع أو استمتع بطعامك enjoy your food كيف نقول خد مقعدك يعني اجلس خد مقعدك take your seat take your seat take your seat خد مقعدك وقطعني أيضا خدي مقعدك take your seat شكرا على مشاهدة الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بكل ما هو جديد